إذن مشاهدين الكرام فكرةنا ما زالت مستمرة في حديثنا عن الأمومة ونتمنى أن لا نفقد هذه الأمومة بحادث سيارة أو حادث سيرة أو حوادث الطرق أو أي شخص عزيز الأمومة ربما تدفع الحامل اطمئنان على صحة الجنين بكافة السبل ومن تلك الوسائل المشاهدين الكرام التي تثق بها الأم التصوير التلفزيوني للجنين لكن أن تفرط في الاستعانة به أمر يدعو إلى القلق برنام الصباح السعودية يحاول من خلال مناقشته لهذه المسألة مع استشاري أمراض النساء والولادة والحمل الحرج والأجنع والأجنة والعكم وأطفال النبيب والمناظير الدكتور فواز أديب إدريس الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى ورئيس قسم النساء والولادة ورئيس وحدة الإخصاب والذكورة بالمركز الطبي الدولي بجدة صباح الخير دكتور صباح النور محمد وسميرة ومشاهدين والسعودية نعم دكتور حدثنا هل فعلا لدى الحوام الإفراط في التصوير التلفزيوني للجنين والله يعني الإفراط يفوق الوصف طبعا أنا قضيت عشر سنوات تقريبا من عمري في كندا أو في أمريكا كنا نشوف أن عدد المرات نسوي فيها الألتراساوند مرتين أو ثلاثة في الألتراساوند في الحمل كله لما نجيت السعودية تفاجأت أن السيدة الحامل بتعتقد أنه لازم نسوي ألتراساوند في كل زيارة للطبيب ومو بس نسوي ألتراساوند ونحسب عمر الجنين ووزن الجنين وإلى آخره وطبعا في هذا فيه إفراط غير مرور طبعا وغير معروف كمان نتائجه نعم دكتور فواز لما حضرتك بتقول أنه سيدات ما عندهم هذا الواعي أنه هي تحسب أنه كل سيدة أنه كل زيارة للطبيب أنها لازم تعمل على شعة تلفزيونية لكن من قبل الطبيب في هذه التوعي يعني الطبيب بيمنع هذا الشيء طبعا هو الشيء مشترك يعني دور الطبيب كبير جدا في توعية المرضى وتوعية المجتمع وهذا الشيء جدا مهم نفس الشيء طبعا يعني أنا ما لوم المرضى بالعكس أنا حزين عليهم لأنه الطبيب لازم هو يكون الشخص اللي بيعطي التوعية هذا والتوضيح هذا نعم دكتور يمكن يكون الهوس عند الكثير من السيدات أو الأمهات أنه أنا أبغى أطمن على الجنين وزنه وطوله هذا ما يخليهم يكون مبرر لهم أنه والله كثرت التصوير الجنيني هو طبعا يعني والأمر يتعدى كمان كذا يعني طبعا ما ننكر دور التصوير من ناحية النفسية للزوجين أول شيء يربطهم بالجنين أكثر يطمنهم على الجنين لما يشوفوه كذا بس طبعا أي شيء سلاح ذو حدين يعني عفوا في التشبيه البندول وهذه ما هي دعاية للبندول لكن أخذ البندول يعني بوجع عام ما فيه مشكلة لكن الإفراط فيه ممكن يعمل تليف كبد نفس الشيء الألتراساوند طبعا تقنية عظيمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى أنه البشرية وصلت لها لأنها بتفيد الناس كثير لكن طبعا الإفراط فيه غير معروف النتائج يعني طبعا الألتراساوند بوجع عام له مشاكل يعني إحنا نسميه مشاكل حرارية وميكانيكية في المختبرات طبعا الألتراساوند الذي نستخدمه إحنا في المجال الطبيب يكون قليل جدا بحيث أنه ما يأثر على الجنين من ناحية جسدية لكن إحنا ما نعرف من الناحية النفسية بكرة الأمراض العفون وأمراض الاكتئاب أمراض التوحد ما ندري إذا الألتراساوند له دور فيها طبعا ما ما أقول له دور لكن طبعا الدراسات ما أثبتت هذا الشيء ولا أثبتت عكسه فطبعا دائما إحنا نستخدم الألتراساوند في الشيء اللي نحتاجه بس وما نفرض فيه في عدة جمعيات وكليات الجمعية الأمريكية طبعا نسول ولادها والجمعية الأمريكية لطب الأشعة وكذلك للحملة الحارج كلها بتوصي بأنه نستخدم الألتراساوند فقط عند الحاجة له وفبوجه عام أنت بتكلم من ناحية روتينية مرتين في الحمل بالكثير ثلاثة مرات طبعا ما نتكلم عن حالات اللي تحتاج أكثر طبعا في حالات تحتاج أكثر في مشاكل صحية تحتاج نعمل خمسة وعشرة وعشرين ألتراساوند في الحمل لكن بشكل روتين هذا الشيء طبعا فيه إفراط ما نعرف نتائجه نعم دكتور فواز سؤال أخير خلينا نتكلم الألتراساوند ماذا دقة الجهاز هذا في كشف جنس الجنين طبعا اكتشاف جنس الجنين يمكن طبعا بالألتراساوند وشيء بسيط وواضح لكن طبعا ما نستعجل في هذا الشيء يعني ما نبدأ أن نحاول نخمل جنس الجنين من فترة متقدمة في الحمل لكن يمكن تقريبا على عشرين أسبوع أو عشر أسبوع ستكون واضحة في معظمة الأحيان إذا كان وضعية الجسد البابي واضحة وسهلة نعم دكتور فواز بالفعل نتكلم على 65% من السيدات الحوامل في الولايات المتحدة الأمريكية يعني يعملون ألتراسونك لكن مرتين خلال التسعة أشهر بعكس النسبة التي هنا في تضخم نتمنى دائما السلام للجميع وإلا يكون الوضع كله اجتهاد في اجتهاد والضحية هو الجنين اللي نريد أن نحتفظ فيه ويكون منتج فيها المجتمع دكتور فواز أديب الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى ورئيس قسم النساء والولادة شكرا لك دكتور شكرا